أهلا بكم أنا دكتور كيو سأصحبكم في فيديوهات قصيرة على موضوعات علمية مبسطة تخص الانتاج الحيواني الالتهاب الكبد الفيروسي في البط تسبب فيروسات معادية سريعة الانتشار تصيب الكبد تسبب فيروسات من عائلة البيكورنا أو الانتيروفايروس صغار البط أكثر عرضة للإصابة بهذا المرض من البط البالغ البط البالغ يستطيع أن يقاوم المرض تنتقل العدوى عن طريق الغذاء أو المياه الملوثة بالفيروس فترة حضانة المرض من 1 إلى 5 أيام ونسبة النفوق قد تصل إلى نسبة 90% هذا الفيروس يوجد له أكثر من عترة لا يوجد بينهم حماية متبادلة أو cross reactivity أي أن التحصين ضد أحد الأنواع لا يقي ضد الاعتباد الأخرى أعراض مرض الالتهاب الكبد الفيروسي فقدان الشهية واحتقان في المنقار تقوس الأطراف يقع البط المصاب على جانبه ويلقي رأسه للخلف ويجدف بأبجله في الهواء بصورة تشنجية عصبية يموت البط المصاب خلال نصف ساعة من بداية ظهور الأعراض لذلك يجب سرعة اكتشاف المرض وعلاجه الصفة التشريحية تضخم في الكبد ووجود بقع نزفية على سطحه وتغير لونه إلى اللون الأحمر أو البرتقالي مع تضخم واحتقان في الكلة يحقن القطيع باللقاح الخاص للحماية من المرض مع اتباع إجراءات الأمن الحية والوقائية للحماية من هذا المرض الخطير ترجمة نانسي قنقر